ونبدأ ان شاء الله الاسبوع التاني كنا اتكلمنا في الاسبوع اللي فات عن موضوع الاكتتابات الزائدة والاكتتابات الناقصة وازاي نتصرف فيهم والمعالجة المحاسبية بتاعتهم والنهاردة لازلنا بنكمل في الفصل الرابع المحاسبة عن الالتزامات المالية ودي اخر اسبوع هنشتغل فيه في الموضوع دوت عشان الاسبوع اللي ان شاء الله هنبدأ في الفصل الخامس ايه بقى اللي احنا هناخده النهاردة المحاسبة عن تكاليف اصدار قرد السندات يعني ايه تكاليف اصدار قرد السندات يعني الشركة اللي اختارت انها تمول النشاط بتاعها عن طريق ان هي تصدر قرد سندات وتباعها للناس بتتحمل مجموعة من التكاليف زي ايه التكاليف دي طباعة السندات نفسها وان انا اعمل النشرة بتاعت الاكتتاب في السندات اللي هو الفورم اللي الناس بتروح تملاه في البنك او في الفرق المختلفة للشركة عشان تقول ان هي عايزة تكتتب في السندات مقابل الاتعاب اللي بياخدها الناس القانونيين والمحاسبين وغيرها العمولة بتاعت بيع السندات ده في حالة ان انا باعت عن طريق احد السماصر الماليين او عن طريق فروع بنك معين طيب فالفلوس اللي بتدفع دي اسمها تكاليف اصدار قرد السندات السؤال بقى دلوقتي اعالجها محاسبيا ازاي يعني دفعت 10.000 جنيه عشان اصدر قرد السندات دفعت 15.000 جنيه عشان اصدر قرد السندات الفلوس دي اعالجها محاسبيا ازاي لكن فلوس دي مش هتخص سنة واحدة دي هتخص السندات على مدار عمره لو السندات مدتها 5 سنين مدتها 10 سنين يبقى اغلب الاعتبارات اتجهت الى معالجتها على انها اعباء مؤجلة هتظهر ضمن الاصول في الميزانية وكل سنة اخفضها بمقدار نصيب السندية من هذه الاعباء يعني لو الاعباء بتاعت اصدار السندات مثلا 30.000 جنيه هتتوزع على خمس سنين يبقى احطها في الميزانية ضمن الاصول على انها 30.000 جنيه وكل سنة من الخمس سنين اخفضها بمقدار 6.000 جنيه 6.000 جنيه كل سنة لغاية ما على مدار الخمس سنين يبقى 30.000 جنيه خلصه طيب احطها في حساب اسمه ايه اسمه حساب تكاليف مؤجلة لاصدار قرد السندات طيب بقى نعمله ازاي محاسبيا تعالى نشوف الكلام ده عندنا مثال 10 صفحة 124 في الكتاب بيوضح لنا ازاي نعالج النقطة دي بيقولي المثال بيقول يوم 1.1.2019 في شركة مساهمة اصدرت قرد سندات قرد ده بكام ب2 مليون جنيه هيتسدد خلال كم سنة 10 سنين من تاريخ الاصدار وبسعر اصدار 1000 جنيه تم تحصلها نقطة بلغت بقى تكاليف اصدار القرد هي دي الحتة اللي احنا بنتكلم فيها المراتي 25.000 جنيه اللي زي ما انا قلتلك اللي هي الفلوس اللي طبعنا بها السندات ولو في عمولات اتدفعت والفلوس اللي عملنا بها نشرت الاكتتاب اللي الناس بتروح تملاها وسددت نقطة والقيمة الاسمية للسنة 1000 جنيه 10% 25.000 جنيه دي زي ما اتفقنا هتخص سنة واحدة ولا هتخص العشر سنين بتوع عمر السندات هتخص العشر سنين بتوع عمر السندات طب ايه بقى المطلوب مننا في التمرين مطلوب اعمل قيود اليومية لإثبات العمليات اللي تم اديت وصور حساب قرد السندات وحساب التكاليف المؤجلة لإصدار قرد السندات وده الحساب اللي احنا اتفقنا ان احنا هنحط فيه اي فلوس دفعناها وتحملناها عشان نصدر السندات وبيان تأثير العمليات دي على حساب ارباحه وخساره على الميزانية في نهاية سنة 2019 نبدأ واحدة واحدة اول جزء المطلوب ان انا اعمل قيود اليومية لإثبات العمليات الساعة شكلها هي قيود اليومية دي اه بص معي اول حاجة انا دفعت خمسة وعشرين الف جنيه المصروفات المتعلقة بإصدار السندات فدي بسميها قولنا الحساب اللي بنحطها فيه اسمها تكاليف مؤجلة لإصدار قرد السندات وقلنا ده هيبقى اصل يظهر في الميزانية وكل سنة يقل بمقدار نصيب السنة يبقى من حساب تكاليف مؤجلة لإصدار قرد السندات الى حساب النقدية لان قال لي في المسألة انها سددت نقدا ولو قالك سددت بشيك يبقى قيان الى حساب البنك وحط الخمسة وعشرين الف جنيه بتوعي طيب القرد بتاع السندات ده اللي احنا خدنا الفلوس من الناس خدنا منهم كام اتنين مليون جنيه يبقى قيد بتاعها بسيط من حساب النقدية الى حساب قرد السندات وكان ممكن نعملها على قيدين زي ما خدنا خالص في بداية الالتزامات من حساب النقدية الى حساب المكتتبين في السندات ثم من حساب المكتتبين في السندات الى حساب قرد السندات باتنين مليون جنيه وانا هنا اختصارا عملتها في قيد واحد بس لان مش هو ده الهدف اللي انا بركز عليه انا بركز على تكاليف اصدار قرد السندات طيب اجي بقى اخر السنة الاولى خلصت كده سنة كم لو عدت علي احنا قلنا التكاليف 25000 جنيه طول يخصه كم سنة 10 سنين طيب فات منهم قد ايه اول سنة يبقى نصبها قد ايه اقسم 25000 جنيه على 10 سنين يطلع 2500 جنيه دول بقى اللي بيعتبروا مصروف في خص السنة فيتقفل في حساب ارباح وخسائر فيبقى القيد بتاعه من حساب ارباح وخسائر الى حساب تكاليف مؤجلة لاصدار قرد السندات ب2500 جنيه اللي هو نصيب اجي بعد كده بقى مطلوب منه اصور حساب قرد السندات وحساب التكاليف المؤجلة لاصدار قرد السندات ادي حساب التكاليف المؤجلة عندك في الناحية المدينة اليمين ساعة ما دفعناها فكان دفعناها نقدا فكانت مدينة ب25000 جنيه والناحية الشمال الجانب الدائن قفلنا اول السنة 2500 جنيه منها نصيب السنة الاولى يبقى فضلها رصيد بالميزانية قد ايه 25000 ناقص 2500 يبقى فضلها 22500 جنيه وحساب قرد السندات الحساب العادي بتاعك في الجانب الداين بحط قرد السندات بـ 2 مليون جنيه داين برصد دحت وانقل الرصيد في المدين يبقى هو ده الرصيد اللي هيظهر في الميزانية 20 مليون جنيه طب عايزين بقى المطلوب الاخير بيان اصل العمليات دي على حساب ارباح وخسائر وعلى الميزانية في نهاية السنة بالنسبة لحساب ارباح وخسائر دا ما بيظهرش فيه غير المصرفات والارادات وفي التمرين اللي قدامنا ما عندناش غير التكاليف المؤجلة لاصدار قرد السندات بالـ 2500 جنيه اللي هما نصيب اول سنة من تكاليف اصدار القرد اللي هي كلها بـ 25000 فنصيب اول سنة 25000 على 10 بـ 2500 وفي الميزانية عندنا حاجتين اولا انا قلتلك المرة اللي فاتت والمرة اللي قابليها ان خصوم طويلة الاجل قرد السندات بيخش فيها ليه لانه هو التزام علي فهو خصوم وهيتسدد على مدار 10 سنين زي ما شفنا في التمرين فيدخل دا من الخصوم طويلة الاجل مقدره قد ايه بـ 2 مليون جنيه تفصلته ايه قالك السند الواحد بـ 1000 جنيه يبقى هما 2000 سند يبقى 2000 سند السند بـ 1000 جنيه وبعناه بنفس سعره يعني بالقيمة الاسمية لا فيه علاوة ولا فيه خصم وبفايدة 10% الناحية التانية التكاريف المؤجلة لاصدار القرد هيكت كلها بـ 25 خدنا منها نصيب السنة دي 2500 يتبقى منها 22500 قلتلك بتظهر ضمنه الاصول في الميزانية وكل سنة انزل منها 2500 2500 لغاية ما يخلصوا العشر سنين لقيها خلصت نخش بقى على نقطة تانية المحاسبة عن فوايد قرد السندات احنا قلنا انا لما بصدر سندات انا كشركة لما بصدر سندات فبيبقى ايه الناس اللي بتجي تشتري السندات دي بتستفيد ايه بتستفيد حكتي اول حاجة لو فيه علاوة اصدار السندات ممكن تاخدها في ساعتها والحاجة التانية اه لو فيه خصم اصدار سندات اسف مش علاوة بتستفيد بالخصم دوت لانها لما بتركع للسند بتاخد قيمته الاسمية كاملة فاستفادت بالخصم والحاجة التانية بياخدوا الفوايد انما انا كشركة اصدرت السندات دي بالنسبة لي تعتبر هذه الفوائد مصروف طب هسته اتصرف فيها ازاي تعال نشوف بيقول سنتناول اولا في الموضوع ده المعالجة المحاسبة للفوايد لما اصدر السندات بالقيمة الاسمية وبعدين لو اصدرت السندات بعلاوة ولو اصدرت السندات بخصم وعندي كمان تاريخ الاقفال بتاع السنة المالية يتفق مع سنة القرد يعني ايه يعني لو انا سنة المالية بتتقفل في 31-12 يبقى القرد بيعدي عليه سنة يوم 31-12 يبقى لازم يكون بدأ يوم 1-1 طب ممكن ما يتفقوش ايه بقى لعدم الاتفاق ان مثلا القرد بدأ يوم 1 ابريل والسنة المالية بتاعتي بتتقفل 31-12 يبقى في نهاية السنة القرد بينتهي يوم 31-3 لانه بدأ 1 ابريل فهيبقى فيه اختلاف ما بين السنة والسنة المالية وسنة القرد هنشوف نتصرف ازاي وهنشوف لما نيجي نرجع الفلوس بتاعت السندات سترد دفعة واحدة ام على دفعات نبدأ مع الاحتمال الاول فوق ايلك ان انا هصدر قرد السندات بالقيمة الاسمية يبقى لا فيه علاوة اصدار ولا فيه خصم اصدار طيب والحالة كمان بيقولك ايه الحالة الاولى او الاحتمال الاول المحاسبة عن فوائد قرد السندات في حالة اصدار قرد السندات بالقيمة الاسمية واتفاق تاريخ الاقفال مع سنة القرد ورد قيمة السندات دفعة واحدة دي اسهل حالة فيهم كلهم اللي هو ايه سنة القرد بدأت مع سنة مالية يعني القرد بدأ يوم واحد واحد ويتقفل واحد تلاتين اتناشا واصدارت القرد ده ودقارت السندات بالقيمة الاسمية لا فيه علاوة ولا فيه خصم ولما جا سد للنس قيمة السندات هسدها دفعة واحدة طيب تعال هزيه الحالة تعال هنشوف في هزيه الحالة هنتصرف ازاي التمرين هو اللي هيوضح لنا الخطوات اللي هنمشي عليه فهناخد مع بعض مثال 11 صفحة 128 في الكتاب بتاعنا بيقول المثال ده بيقولك اه يوم واحد واحد 2015 لان انا قلتلك ان سنة القرد بتتفق مع السنة المالية يبقى القرد هيبدأ من يوم واحد واحد 2015 قرد السندات اصدرت احد الشركات المساهمة قرد سندات عشرة في المية عبارة عن الف سند السند القيمة الاسمية لعشر تلاف سند القيمة الاسمية بتاعته بالف جنيه وتسدد الفوايد هو ده بقى موضوعنا اللي احنا بندور عليه دلوقتي الفوايد مرة واحدة في نهاية كل سنة بدأ المين واحد وتلاتين اتناشر 2015 لانه هو بدأ واحد واحد يبقى يوم واحد تلاتين اتناشر عد عليه سنة وترد السندات في نهاية عمرها المحدد بخمس سنين يعني السندات دي مدتها خمس سنين طيب ايه المطلوب بقى عندك اول مطلوب اجراء المعالجة المحاسبية اللازمة لفوائد قرد السندات طب المطلوب التاني صور حساب فايدة السندات في دفتر الاستاذ العام والمطلوب التالت بين لي اثر الفايدة دي على حساب ارباح وخسائر وعلى قيمة المركز المالي اللي هي الميزانية في نهاية السنة يعني في يوم واحد وتلاتين اتناشر الفين وخمستاشر تعال نشوف هنحل التمرين ده ازاي اول حاجة هناخدها ايه هي المعالجة المحاسبية اللازمة لفوائد قرد السندات تعال نشوف انت عندك القرد كله كان بكام القرد كله كان بعشرة مليون جنيه عشر تلاف سند والسند القيمة بتاعته الف جنيه يبقى عشرة تعشر تلاف الف بعشرة مليون طيب والفايدة بتاعتهم او بمليون لأ هو كان الف سند والسند بألف جنيه والفايدة بتاعتهم قد ايه عشرة في المية ولما بتيجي تحسب الفايدة بتقول لك المبلغ في المدة في المعدد يبقى هضرب المليون جنيه فعشرة في المية في واحد سنة فيطلع لك مئة الف جنيه الفايدة دي ايه مصروف علي لان انا هدفعها يبقى من حساب فايدة قرد السندات الى حساب المفروض الدائنين والدائنين هنا مين الناس اللي معاهم السند اللي هيجي ياخد الفلوس فبنسميهم حملة السندات يبقى القيد اللي باس بتبيه ان انا علي فايدة بتاعت سنة كاملة من حساب فايدة قرد السندات الى حساب حملة السندات طب وبعدين ادفع لهم الفلوس خد السادات بقى من حساب حملة السندات اللي هما الناس اللي ليهم فلوس عندي الى حساب النقدية بالمئة الف جنيه واتفقنا ان فائدة القرد ده بالنسبة للشركة اللي اصدرت قرد السندات هو مصروف والمصروفات اخر السنة بتتقفل فين فارباح وخساير يبقى القيد بتاعها من حساب ارباح وخساير الى حساب فائدة قرد السندات ادي الفائدة كلها طيب بعد كده نتكلم عن المطلوب التاني هصور الحساب بتاع الفائدة فالفائدة ديت في اول قيد عملناه قولنا ان هي كانت مدينة ب10,000 جنيه وكان في الحساب الدين مكتوب حملة السندات وفي القيدة الاخير تحت قفلناها في حساب ارباح وخساير ب10,000 خلاص اتقفلت طب ايه اصارها بقى على حساب ارباح وخساير وعلى الميزانية اول حاجة في حساب ارباح وخساير هتظهر الفائدة مدين لانها مصروف بالمبلغ بتاعها اللي هو الميت الف وبالنسبة للأثر على الميزانية عندك مفيش اثر على الميزانية لان خلاص المصروف خلص فما فيش فوايد مستحقة ولا اي حاجة كل اللي هيظهر بس هيظهر بالمليون جنيه قرد السندات خلال الخصوم طويلة الاجل كلام جميل نخش مع بعض على الاحتمال التاني ايه بقى الاحتمال التاني ان انا حصدر برضو قرد السندات بالقيمة الاسمية وعايز اشوف الفوايد ازاي بس هنا السنة المالية بتاعة الشركة هتختلف عن سنة اصدار القرد يعني ايه يعني القرد هيبدأ في يوم تاني غير يوم واحد واحد من بداية السنة هنشوف في الحالة دي ايه التسويات اللي بتتعمل وهنمشي ازاي انا قلت احسن حاجة توضح لنا اللي احنا عايزين نقوله المثال المثال ده مهم جدا وهو مثال طويل شوية عشان هنمشي فيه مع عمر السند فهناخده كده بالراحة واحدة واحدة وهنجزقه وهنشوف هنشتغل فيه ازاي المثال رقم 12 صفحة 129 بالكتب المثال بيقول ايه في المثال السابق اللي احنا لسه شرحينه اللي كان عندنا 1000 سند والسند ب1000 جنيه وفايدة 10% بفرض ان الشركة بدل ما تصدر قرد السندات كان هناك يوم واحد واحد 2015 لا اصدرته يوم واحد اربعة 2015 اه يبقى هنا اختلفت سنة اصدار القرد عن السنة المالية بتاعة الشركة لما نصدر القرد يوم واحد اربعة مفروض الفوائد بتتدفع بعد يعد ايه ما يعدي علينا قدي سنة يبقى المفروض هتستدد يوم كام واحد وتلاتين تلاتة طب كويس بس السنة المالية بتاعة الشركة بتنتهي فيه واحد وتلاتين اتناشر عايزين نشوف الاختلافات دي بقى هينطج عنها حاجة اسمها التسويات وهنشوف التسويات المحاسبية بتتعمل ازاي المطلوب بتاعة التمرين اول حاجة اجراء المعالجة المحاسبية اللازمة لفوائد قرد السندات زي المطلوب في التمرين اللي فات بالزبط التاني حاجة تصوير حساب فايدة السندات في دفتر الاستاذ وتالت حاجة بيان اثر فايدة السندات على كل من حساب ارباح وخسائر وقائمة المركز المالي يوم واحد وتلاتين اتناشر الفين وخمستاشر زي اللي فات بالزبط نفس المطاليب بس كل اللي عملناه اختلاف عن بيانات المسال السابق اللي هو مسال 11 ان بدل ما القرد هيصدر يوم واحد واحد خلينا القرد هيصدر يوم واحد اربعة تعالى نشوف الفرق التاريخ ده هيعمل معنا ايه اول مطلوب عندنا اني اه بقولك في الاول ان السنة المالية هنا هتختلف وده اللي احنا قلناه وطبقا لاساس الاستحقاق هيبقى فيه استحقاق هتتعمل هنشوفها وتسويات اول مطلوب عندنا اجراء المعالجة المحاسبية اللازمة لفواية قرد السندات اول حاجة من يوم واحد اربعة ده اليوم اللي اصدرنا فيه قرد المفروض هندفع الفايدة يوم واحد وثلاثين ثلاثة بس احنا قبل ما نوصل واحد وثلاثين ثلاثة هنلاقي عد علينا يوم واحد وثلاثين اتناشر قلت له كل ما السنة المالية قلناه الكلام ده في المحاضرات السابق كتير كل ما السنة المالية تنتهي لازم نقفل حساباتنا ونشوف ايه اللي لينا وايه اللي علينا فتعالا نشوف هيقول لك ايه بقى هيقول لك ان عد عليك تسع شهور التسع شهور دول عليهم فوايد ولا ما عليهمش عليهم طب هندفعها ولا مش هندفعها لا مش هندفعها لان عشان ادفع الفايدة لازم يكون عد سنة كامل انما انا علي فايد فبسبت بس الفايدة اللي عليها فالقيد هيبقى ايه من حساب فايدة قرد السندات الى حساب فوائد مدينة مستحقة بقول ان انا مستحق عليها فايدة جبنا الفايدة منين قرد السندات كله بمليون جنيه وهضربه فيه معدل الفايدة عشرة في المية فيه المدة تسعة على الاثناشر لان هيبقى عد عليها تسعة شهور من يوم واحد اربعة ليوم واحد وتلاتين اتناشر فده يعمل لي 75 الف جنيه وبعدين الفايدة دي اقفلها في حساب ارباح وخساير يبقى القيد من حساب ارباح وخساير الى حساب فايدة قرد السندات مصروف ايه بقى حساب فايدة القرد هيظهر فيه ايه اهو طرحيل من اليومية العامة الى دفتر الاستاذ فاول حاجة في الجانب المدين احط حساب فايد مستحقة مدينة ب75 الف جنيه وفي الجانب الدي حساب ارباح وخساير بالخمسة وسبعين ألف جنيه حساب فوائد المدينة بقى المستحقة هيظهر فيه ايه هو ما فيهوش غير خمسة وسبعين ألف جنيه في الدايم فايدة القرد رصت تحت ويبقى ده الرصيد اللي هينزل في الميزانية طيب أصر فايدة السندات على حساب أرباح وخساير ايه بقى أرباح وخساير ما احنا قلنا ان احنا أفلنا الفايدة بتاعت التسعة شهور فأرباح وخساير باسم فايدة قرد السندات فاعتزهر في الحساب بالخمسة وسبعين ألف جنيه طيب والأصر على الميزانية عندك حاجتين بقى أول حاجة قرد السندات نفسه اللي هو كان بميديون جنيه ده بيظهر ضمن الخصوم طويلة الأجل طيب والفايدة المستحقة الفايدة المستحقة ده التزام عليه بس التزام قصير الأجل ليه؟ لأنها كلها تلت شهور تانية ويدفع يوم واحده تلاتين تلاتة فأقوم انا حطه ضمن الخصوم قصيرة الأجل بالمبلغ خمسة وسبعين أجي بقى يوم واحده تلاتين تلاتة الفين وستاشر اللي هو اليوم اللي هدفع فيه الفوائد ايه القيود اللي هتتعمل هعمل بقى قيد بتاعي حاجة أقول المفروض يعني هدفع من حساب الفايدة إلى حساب حمالة السندات اللي هم ادينين اليوم الفلوس بس الفايدة دي مقسومة جزئين جزء منها بتوى التسع شهور السنة اللي فاتت اللي هو الفين ووخمستاشر فيتسمه فائدة قرض مستحق بخمسة وسبعين uniforms جنيه وجزء يخص السنة اللي احنا اللي بعمل فيها القيد اللي هي الفين وستاشر بيخص التلات شهور اللي من واحد واحد الفين وستاشر لغاية واحد وتلاتين تلاتة الفين وستاشر بتتسمى فايدة سندات عادية لأنها بتتدفع في وقتها مش مستحقة لأنها من السنة اللي قابليها يبقى القيد هيبقى من حساب فايدة قرض السندات بخمسة وسبعين الف ومن حساب فايدة السندات بخمسة وعشرين الف الى حساب حملة السندات بالعشر تلاف اه ولا المية الف بتاني. وبعدين ادي للناس من حساب حملة السندات الى حساب النقدية بالمية الف جنيه. طيب. تعالا بقى نشوف. يوم واحد وتلاتين اتناشر الفين وستاشر. هعمل ايه? هيكون عد علي تسع شهور تاني من التاريخ سدادي للفايد. انا دفعت للناس فوايدها يوم واحد وتلاتين تلاتة. فلما اجي واحد وتلاتين اتناشر دي نهاية سنة مليه. قلت لك في نهاية كل سنة بعمل تسوية اشوف ايه اللي ليه و ايه اللي علي. فهنا حلاق ان انا علي برضو مليون جنيه. فعشرة في المية في تسع شهور اللي هو بخمسة وسبعين الف جنيه. هيبقى من حساب فايدة قرض السندات الى حساب فوائد مدينة مستحقة. ليه? لان انا مش هدفع دلوقتي. لان انا بس بسبت الفايدة اللي علي. وبعد كده اقفله في حساب ارباح وخساير فايدة قرض السندات بالمبلغ بتاعنا. لما اجي اقفل بقى في ارباح وخساير. هقفل كام? ما تقوليش خمسة وسبعين بس. خد بالك دي مهمة جدا. اهم نقطة دي. هقفل للمية الف كلهم. جم منين المية الف? في القيد اللي فوق. يوم واحد وتلاتين تلاتة كان عندك فايدة سندات هيب خمسة وعشرين الف. وفي القيد اللي تحت يوم واحد وتلاتين اتناشر عندك فايدة سندات بخمسة وسبعين الف. يبقى اكان فايدة السندات بتاعت السنة كلها اللي هي بمية الف. ودي مهمة جدا 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 تاخد بالك منه. طيب. يبقى لما اجي اعمل حساب فايدة قرد السندات بتاع سنة الفين وستاشر. هقول ان ايه بقى? كان حملة السندات خده خمسة وعشرين الف. وفي فايدة مدينة بخمسة وسبعين الف. يبقى اللي قبل كده خمسة وسبعين الف. وفيه كمان جديد خمسة وسبعين الف. بس اللي هو يبقى بمية وخمسين الف. سددنا منهم لحملة السندات خمسة وسبعين. يبقى الرصيد اللي بقى هينزل في الميزانية خمسة وسبعين. تمام. الاسر على حساب ارباح وخسائر. هينزل المية الف جنيه الفايدة بتاعت السنة الفين وستاشر بالكامل. اللي هو منهم خمسة وعشرين. اتدفع يوم واحد وتلاتين تلاتة. ومنهم يوم واحد وتلاتين اتناشر خمسة وسبعين علي. وبالنسبة للميزانية هيزهر قرد السندات زي ما هو طول مدة القرد بيه المليون جنيه بتاعه. وضمن الخصوم قصيرة الاجل هيبقى علي فايدة مستحقة بتاعت التسع شهور من تاريخ ما دفعت واحد وتلاتين تلاتة لغاية اخر السنة بخمسة وسبعين الف جنيه. طيب. اجي بقى في نهاية السنة اللي بعد او يوم واحد وتلاتين تلاتة الفين وسبعتاشر. ده اليوم اللي هدفع فيه الفايدة. فيبقى القيد بتاعي هيبقى ايه? من حساب فايدة قرد السندات المستحقة خمسة وسبعين الف اللي هم بتوع الفين وستاشر. والتلات شهور بتوع الفين وسبعتاشر الفايدة بتاعتهم بخمسة وعشرين الف. يبقى من حساب فايدة قرد مستحقة بخمسة وصابعين. وحساب فايدة سندات بخمسة وعشرين. الى حساب حملة السندات بالمئة الف كاملين. وبعدنا ادي الناس فيلوسها يبقى من حساب حملة السندات الى حساب النقدية بالمئة الف. وهكزا بالنسبة لكل. طيب. لما ييجي بقى احنا بدأنا القرض بتاعنا امتى? بدأنا القرض بتاعنا من يوم واحد اربعة سنة الفين وخمستاشر. يبقى يوم واحد وثلاثين اتناشر الفين وعشرين. دي اللي هي اخر سنة اللي انا في القرض وبعد كده هيتبقى ثلاث شهر وانسدده. ففي اخر سنة للقرض اللي هو يوم واحد وثلاثين تلاتة. اه واحد وثلاثين اتناشر سنة عشرين عشرين هنعمل ايه? هننسبة برضو نعمل التسوية ونسبة اللي لنا واللي علينا. فحيبقى فيه فايدة قرض مستحقة خمسة وسبعين الف جنيه. ده يوم واحد وثلاثين تلاتة. لما نيجي نسد وفيه فايدة السندات خمسة وعشرين الف جنيه يبقى هندفع لحملة السندات المية الف. وبعدين من حملة السندات للنقدية ياخدوا المية الف بتاعهم. واخر السنة نقفل فايدة القرض اللي هي بخمسة وعشرين الف بتاعت التلات شهور اللي في عشرين عشرين فيه حساب ارباح وخساير بخمسة وعشرين الف جنيه. ولما نيجي نعمل حساب فايدة القرض هنلاقي ان هما بخمسة وعشرين الف واتدفعوا لحملة السندات واتدفعوا لكده فايدة القرض. طيب الاصر على حساب ارباح وخساير جوه حساب ارباح وخساير يظهر الخمسة وعشرين بتوع اخر تلات شهور في القرض وعمر القرض كله اللي هو من واحد واحد الفين وعشرين الى واحد وثلاثين تلاتة الفين وعشرين. وفي قيمة المركز المالي ولا هيظهر القرض ولا هتظهر الفايدة المستحقة لان خلاص القرض تسدد وانتهى. شكرا لكم شكرا لحسن المتابعة تظرون ان شاء الله الاسبوع الجاي في موضوع جديد وهو المحاسبة عن المشتقات المالية الفصل الخامس شكرا شكرا لكم.